اشتركوا في القناة وزي ما تعودنا دايما بنعرف الحاجة في اللغة وفي الاستلاح السنة في اللغة هي السيرة المستمرة والطريقة ومأخوذ منها أن سن الماء يعني سن الماء إذا والى صبه وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فقد مضت سنة الأولين يعني مضت طريقة الأولين وعدتهم وتقالدهم أما السنة بقى عند الأصليين في الاستلاح فهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما ليس بقرآن لأن طبعا القرآن الكريم أيضا كان من الحاجات التي قالها النبي ولكنها ليست سنة السنة هي ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير مما ليس بقرآن أما أقسام السنة بقى فحنقسمها لكذا تأسيم أو التأسيم تأسيم السنة من حيث ذاتها في سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية أما السنة القولية في هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خبة أخيه يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها ولم يفعلها ذي مثلا حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار أما السنة الفعلية فهي حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وإحنا بنقلده فيها مما يتعلق بالعبادات أو المعاملات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكن في حاجات كتير النبي صلى الله عليه وسلم عملها يعني بوصفه إنسان ففي هذه الحالة أن إحنا مخيرين أن إحنا نتبعها أو لا طب إيه هي الحاجات اللي هي السنة الفعلية اللي إحنا المفروض نتبع فيها النبي وضوءه صلى الله عليه وسلم وصلاته وحجه طريقة التي كان يحج بها النبي صلى الله عليه وسلم إحنا شفناه هو بيحج إزاي وبنحج زيه بالضبط وهذه سنة فعلية آخر حاجة السنة التقريرية معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد فيه مكان معين وأحد الصحابة بيأتي فعل والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهيه عنه فطالما أنه ما نههوش عن إيتيان هذا الفعل فمعناه أنه أقره وممكن أنه كمان يقر هذا الفعل صراحة زي مسألة إقراره لمعاذ بن جبل على ما قاله من أنه سيكتهد برأيه إن لم يجد نصا وذلك حينما بعثه قاضيا إلى اليمن بنأسم أيضا السنة لتأسيم تاني من حيث طرقها وروايتها إلى سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة أحاد السنة المتواترة جماعة يستحيل تواطئهم على الكذب نقلت الحديث الشريف إلى جماعة أخرى يستحيل تواطئها على الكذب إلى جماعة ثالثة يستحيل تواطئها على الكذب الجماعة الأولينية طبعا اللي هم الصحابة والجماعة التانية اللي هم التابعين ثم تابعي التابعين يعني السنة المتواترة لازم الصحابة يكون متواترين يعني كتير جدا وسمحها عن الصحابة التابعين ولازم أنهم يكونوا بلغوا حد التواطر يعني عدد كبير وطبعا فيهم صفت أنه يستحيل اجتماعهم على الكذب ثم تابعي التابعي لا إشارة عدد معين يعني أقول لكم عدد كبير يستحيل تواطئه على الكذب ولكن لا إشارة عدد معين يعني مش معدودين بالواحد والتواطر عشان نبقى عارفين نوعان في تواطر لفظي وتواطر معنوي التواطر اللفظي أنه هو الحديث جميع الصحابة اتفقوا على الصيغة التي قيل بها والتواطر المعنوي أن الصحابة لم يتفقوا على لفظ الحديث ولكن اتفقوا على معنى حكم السنة المتوترة في رأي البعض أن هي بتفيد العلم واليقين فيجب العمل بها ويكفر جاحدها فهي كالقرآن قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أما بقى السنة المشهورة فهي الأحاديث التي ينقلها عند الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواطر يعني عدد ما نقدرش نقول عنه أنه هو عدد كبير لدرجة أنه هو وصل لحد التواطر بس بعد كده ابتدى يحدث التواطر في عصر التابعين ثم عصر التابعي التابعين زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبنيات وإنما لكل مرئ ما نوا فدي من السنة المشهورة والفرق ما بين السنة المتوترة والسنة المشهورة الصحابة كانوا بلغوا حد التواطر في السنة المتوترة أما السنة المشهورة الصحابة لم يبلغوا عدد ممكن أن نطلق عليهم في هذه الحالة أنهم بلغوا به حد الطواب الثاني فرق أن السنة المتوترة بتفيد العلم واليقين أما السنة المشهورة بتفيد الطمأنينة والظن القريب ولهذا جاز تقييد مطلق القرآن بالسنة المشهورة زي تقييد الإطلاق الموجود في قوله تعالى من بعد وصية ينصى بها أو دين وذلك بما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الوصيب أكثر من الثلث وقاله والثلث وكثير بعد كده ننتقل إلى سنة الأحاد وسنة الأحاد هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لا يبلغ حد التواطر من الصحابة وعدد لا يبلغ التواطر من التابعين وعدد لا يبلغ حد التواطر من تابعي التابعين ودي من أضعف أنواع السنة زي ما احنا قلنا ومعظم السنة وخاصة القولية تعتبر من قبيل أخبار يعني العلماء اتفق معظمهم على أن نحن ممكن أن نعمل بأخبار الأحاد في الأمور الدنيوية أما في غير ذلك من الأمور فنحن مخيرين بالأخذ بالخبر الأحاد أو لا أما عن حجات السنة فزي ما قلنا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع أو الدليل الإجمالي الثاني من بعض الكرآن وذلك بدليل من القرآن الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قال وأطيع الله وأطيع الرسول وقال كذلك وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو والدليل برضو من السنة النبوية ما أخرجه مالك الموطأ فركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على الاحتجاج بالسنة والعمل بها ولم يشدز على ذلك أحد من الصحابة ردوان الله عليه وأما من المعقول فإن العقل يقتضي ببوب العمل بالسنة لأن الكرآن الكريم فيه آيات كثيرة مجملة آيات كثيرة مجملة يعني آيات كثيرة وردت على الإطلاق يعني الأمر فيها جاء من غير مبيان التفاصيل زي ما قولك اعمل حاجة لكن ما بينلكش الطريقة اللي انت المفروض ان انت تعمل بها هذه الحاجة فجاءت السنة لتبين التفاصيل التي لم يذكرها الكرآن لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشار وما تنساش ان انت تفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهات الجديدة